السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا وسهلا بكم في قناة وصفة اليوم ان شاء الله سأقدم لكم طريقة عمل مسمى المعمر بالشحمة بالنسبة المقادر سنحتاج ل 500 جرام من الفورس و 250 جرام من الفينو دائما الفينو يكون نصف كمية الفورس سنحتاج لخاميرا الملح والماء الدافئ لجمع وخلط العجين بسم الله على بركة الله سنقوم بدمج العناصر بهذه الطريقة بطريقة العجين العادية وممكن ايضا عملها في العجانة الكهربائية هنا من بعد ما قمنا بعجن العجين نقوم الآن بدلكه ندلكه جيدا كما سبق للذكر يجب ان يكون دقيق الابيض ودقيق الفورس هو ضعف كمية دقيق القمحة ودقيق الفينو نقوم بالدلك الآن نتركها ترتاح لمدة نصف ساعة ثم نقوم بقلبها بعد ذلك وهنا بالنسبة للحشو سنحتاج الى بصلة فلفلتين الخضراء وفلفل الأحمر ثلاثة ثم شحم من جهة الكلي ومركز الطماطم الملح ثم زيت المائدة يجب بالنسبة كما قلت الشحم يجب ان يكون شحم الكلي شحم الغنم بسم الله سنقوم بتقطيع الشحم الى قطع صغيرة جدا ثم نقوم بتسخين مقلات ونضع فيها الشحم أولا نقوم بتحريكه ونتركه على نار حتى يذوب تقريبا ممكن وضع قليل من الزيت وقليل من الملح وممكن استغناء عن الزيت والآن نمر لتقطيع الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر الى قطع صغيرة جدا لكي لا يتمزق العجين اذا هنا كما نراه هنا بعد ما قمت بتقطيع كاملة الكمية والآن اقوم بتقطيع البصل كذلك الى مربعات صغيرة جدا بهذه الطريقة وبعد تقطيعه نقوم بفرميه بهذه الطريقة ليكون مربعات صغيرة جدا وها هو الشحم كما نرى أصبح الآن يعني مطهو ثم نمر لطهي البصل والفلفل نضع الفلفل نضع الملح ونثرك الخليط ليطهى ثم ممكن اضافة قليل من الزيت أو ممكن استغناء على الزيت ليطهى فقط نضع الملحة في زيت الشحم المتبقي في المقلعات ها هو البصل والفلفل يطهى ممكن اضافة الزيت عند الحاجة نقوم بالخلط باستمرار لكي لا يحترق الفلفل الآن نضيف البصل والفلفل فوق الشحم ونقوم بمزج العناصر ونبدأ الآن في توريق المسمن هنا العجين بعد مرور نصف ساعة نقوم بوضعه على شكل كوريات صغيرة ونسترقها إلى نكمل باقي العجين نمر الآن لطوريق المسمن نقوم بدهن بالزيت ونبسط الكورية ونسمنا بشكل دائري بهذا الشكل وعلى هذا النحو ثم نضيف القليل من الحشو نقوم بدهن الكورية بالقليل من معجون الطماطم ثم نضيف القليل من الحشو ونقوم الآن بطي المسمن الآن نمر لبسط مربع المسمنة ونضعه في مقلات ليطهر مقلات ساخنة من قبل نرشها بالقليل من الزيت ثم نقوم بطهيه نقوم بمسمنة بسرعة لكي لا تحترق هنا قمت ببسط كورية جديدة وبنفس طريقة سأضعها وسط مقلات مدهونة بقليل من الزيت وأقوم بقلبها بسرعة لكي لا تحترق هذا هو الشكل النهائي للمسمن أتمنى أن تنظر وصفة اليوم إعجابكم لا تنسوا المشاركة في القناة للتوصل بالجديد إلى وصفة أخرى إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته